مرحبا غازي أبو بكر أهلا شادي بلان أهلا وسهلا سينما شويش برنامج جديد من خلاله رح نتعرف من خلالك طبعا من خلال المعلومات الموجودة كمان عن نجم مسيرة نجم أو نجمي نحكي بسم الأول ليه سمينا سينما شويش هالبرنامج سينما شويش طبعا وأن كان هناك سينما في عكا القديمة اللي اسمها سينما بستان ولكن تابع لعائلة شويش فكل الناس وأنا بناتين كنا نقول سينما شويش ومؤخرا انت حطيت على فيسبوك صورة من هاي السينما وهيك طلع اسم البرنامج حالو منذكر انه هالأفلام يعني مش بس بعكا كانت تعرض الأفلام المصرية بكل بلد كان فيه سينما طبعا ما بتروحيش لفراح وبتوقع القلب كل ما احنا نزلين شغل ايه اللي شند الحال اليوم اخترنا فناني الغريب هو انه هي راقصة مع هذا يعني النظرة للراقصات بشكل عام مش هلقدي إيجابي مع هذا هي كانت محترمة بعيون الناس تحية كاريوكا تحية كاريوكا لذكرى وفاتة حلت في عشرين تسعة مؤخرا تسعة وتسعين تسعة وتسعين رحلات عن عمر يناهز تمانين عام مسيرة طويلة مسيرة طويلة البداية البداية طبعا هي ولدت في مدينة الإسماعيلية لأب مزواج وعنده كتير اخوي واخوات زيها زيها هي زيها هي ايوة هي مزواجة فيما بعد فتعرضت لتعذيب من قبل شقيقها الأكبر وطبعا أحد الأسباب انه كانت تحب الرئيس من هيو صغيري شافة بترقص ورأست في إحدى الحفلات اللي أقيمت في الإسماعيلية وكانت هناك مطربة تدعى سعاد محاسن وشافة بترقص قالت لأنت مشروع راقصة إذا بدك بدر تجيني على شارع عماد الدين بالقاهرة في القاهرة في القاهرة وبلشت هناك المسيرة في فرقة بديعة مصابني فرقة بديعة مصابني عن نحكي أي سنوات؟ سنوات التلاتينات تلاتينات كيف انت لقت؟ طبعا وصلت كانت طريق سهل جدا أنه توصل لكزنو بديعة مصابني بديعة مصابني نقول لكل المستمعين أنه خرجت كبار الفنانين والفنانات في مصر أمثال عيد عندك محمد عبدالوهاب فريد الأطرش محمد فوزي طبعا تحية كاريوكا سامي جمال إسماعيل ياسين والقائمي طويلة فهي تخرجت عندها كراقصة ثم تحولت من خلال الرئيس للسينما للسينما قبل السينما نحكي شوي عن تميز تحية كاريوكا كراقصة طبعا تحية كاريوكا تعتبر بعين الكثيرين أنه أفضل راقصة أفضل راقصة أفضل راقصة زهرات ولكن ما في الشك أنه أفضل راقصة مثلت شو كان ميزها كراقصة؟ شوف بالصراحة أنا بالرئيس مش خبير مش خبير بالرئيس اللي أقول بخطوط عريضة بخطوط عريضة أنه بقوله أنه هي يعني بترقص بإحساس ما في مبالغة في الحركات الجسدية فيه انسجام وفيه ليوني سينما لعبة السيد كان البطولي الأولى لإلها؟ عام 1946 مع نجيب الرحاني طبعا أول شيء كانت مصرحية تحولت لفيلم ولكن قبل هيك طبعا دخلت عالم السينما كراقصة ظهرت بهذا الفيلم أو أحيانا ذكرت جملي أو جملتين دور ثانوي صغيري هاي كانت أول بطولة من قدر نقول لإلها؟ شو كان بميز هذا الفيلم يعني ليش هيك برزت؟ برزت طبعا نجيب الرحاني كان نجيم أول سوبرستار صحيح صحيح يعتبر فهي من خلاله وبعدين بدأت تحصل على بطولات من بعد هذا الفيلم بطولات بها الفيلم غنت لأول مرة بالسينما وما كررت التجربة موسيقى 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 الفيلم كان كمان مشارك بالمسابق الرسمي بمهرجان كان عام 1956 إخراج طبعا صلاح أبو سيف هذا إش كبير لأنه بالسنوات الأخيرة ومن سنوات كمان مش عم نشوف أفلام مصرية بتشارك بمهرجان كان اللي يعتبر من أبرز المهرجانات السينمائية صح وطبعا تحية كاريوكا شادي ظهرت هناك في مهرجان كان لبست الملاية اللف ولفتت إلها الأنظار بشدة كي بقولوا نظبط المصرية بالضبط وفيما بعد حصلت في مصر مش في مهرجان كان على جائزة أفضل ممثلي وهي راقصة أصبحت أفضل ممثلي وفيما بعد صاحبت أعلى أجر بالسينما كان معهمين بهالفلم شادية شباب إمرأة شادية شكري سرحان شادية بالمناسبة مثلت دور صغير رغم أنها كانت بطلة أولى في الأفلام الكلام ده صحيح يا أمان طلقها يا ابني طلقها انطلق لسانك بزرف حالك خاصي يا طلقها دلوقتي حالا وتمسح العيبة دي ياني متبرية منك ليوم الجيام إخنك ده إيه المقاشف أبو فانيلا واحدة وضو شراب فردة على فردة أنا اللي منجراها عاجبة منظره عاجبكي هيقيده بفلوسي تامين معكو تحيي كاريوكا سينما الشويش غازي إحنا توقفنا عند شباب إمرأة اعتزلت بهالفترة بعد هالفيلم الرقص اعتزلت بالحفلات أعلنت بالضبط اعتزال الرقص بعد ما شافت رقصة سبقتها وشافتها كبرت بالسن والجمهور يعني بسب على هالراقصة قبل ما أنا أوصل لهالمرحلة لازم أعدزل ولكن استمرت برقص في الأفلام في الأفلام رقصت مع سانيا جمال فيلم حبيب الأصمر عام 1959 تقريبا فرقصت في الأفلام لنهاية الخمسينيات كانوا نفسوا بعض كانوا نفسوا بعض وصديقات وصديقات نهاية الخمسينات غازي بتغير شكلها لا تحية كاريوكا بتبلش تنصح وبقولوا أنه تحية كاريوكا لما كانت تكون زعلاني كانت تأكل كتير فيبدو أنه كانت زعلاني تتفشش في الأكل تتفشش في الأكل بسبب الزواج والطلاق اللي ممكن كمان شوان نحكي عنهن فكانت تأكل كتير وتغير شكلها جدا صارت نصحة وتحولت لدور الأم دور الأم بطلت البطلي بطلت البطلي عم نحكي عن سنوات ستنات ستنات نعم طبعا لمعت في دور في فيلم أم العروسة ومثلت في فيلم الطريق عام 1964 دور أم رجدي أباضة اللي كان زوجة كانت مقنعة يعني هي كانت مقنعة عم نقدر نقول بس كانت مغامرة تمثل دور أم زوجة إنه معروف للجمهور نادة جوزة كيف أنت أمه على الشاشة مش مش راكب مش راكب ولكن كون أنه كانت صارت ممتلئة ونصحة كيبه فيعني نوعا ما أقنع أنه هي ممكن تكون في دور أم رجدي أباضة حالو سنت 72 بتعود زحية كاريوكا للرأس من جديد بالفيلم خلي بالك من زوزو سعاد حسني سعاد حسني حسين فهمي حسين فهمي حسن الإمام حسن الإمام طبعا مخرج الرواقع اللي أقنعها إنه ترجع على الرأس طبعا حسن الإمام كان ممكن يقنع أي فناني وقتنعت وعادات وعملت ضجة كبيري جدا في خلي بالك من زوزو بس بس اتنقيد ما مشتقلكم رحا زول إيه اللي جاء جيت لك للبخت عشان ما تبقيش لوحدك هي دي أول مرة لف رحيا ما بتلم أشكال والوان وإحنا علينا نبسة الكل بأصول الكار وصول الكار إنك تعالي سلطان أنت لقصتك كبيرة استريح يا ماما هو نبدالك تحية كاريوكا اليوم بالسينام الشويش متحدث عن أزواجها أزواجها طبعا تحية كاريوكا شادي هي صاحبة الرقم القياسي في عدد أزجات 13 14 14 14 14 مين أبرزين؟ أبرزين رجدي أباظة اللي كان أصغر منه بعدة سنوات نقول كمان أيضا المطرب محرم فؤاد رغم أنه مؤخرا الناقض المصري الشهير طارق أشنناوي ذكر أنه ما تجاوزته ولكن كانت تعطف عليه حسب ما ذكر طارق أشنناوي نعم مين كمان؟ طبعا المخرج المصرحي فايز حلاوة اللي جاوزته في الستينيات وأدمت مع عدة مسرحيات وبيئت معه فترة طويلة كمان فترة طويلة أطول فترة كانت معه ولكن بالنهاية للأسف أنه هو أخذ مننا البيت بيتها الخاص وأصبحت مشردة الفترة هاي اللي فيها كانت منتزوجي رشدي أباظة حكينا شوي عليها هي ما طولتش طبعا معروف عن رشدي أباظة أنه زير نساء فكان في لبنان ميسكتو وميسكتو فتم الطلاق بعد علقة ساخنة للبينت اللي كانت بصحبة رشدي أباظة نحن شوي عن المسرح برزت كمان تحيي كاريوكا بالمسرح كان لها أدوار مهمة صح وهذا كمان أخذها من عالم السينما في الستينيات اختفت شفناها اختفت وقتها في الستينيات برزت وطبعا أدمت مسرحيات سياسية اللي الرقابع طردت عليها من أبرزها إيش هالمسرحيات ربا بيكيا عام 1967 وفي كمان أيضا كان هناك مسرحي في مطلع السبعينات يحيى الوفد كمان الرقابع طردت عليها وكان هناك محكمة ففازت تحيي كاريوكا وقالت يحيى العدل نهايتها كانت مؤلمة جدا ليش كانت مريضة كبيرة بالسن جوزة تجوز عليها المخرج فايز حلوة وأخذ مننا البيت فللأسف كانت بقولوا أنه على الدرج تقعد وفيش مين يعني يعيلها فناس بسطاء عاديين اللي بيعرفوها كممثلي شفقوا عليها أخذوها عندنا على البيت وفي النهاية في وحدي عرضت عليها أنه تعطيها مكتب كان شقة معينة كانت كمكتب مسكر حولتها لبيت لبيت ومين اللي أثفت هذا البيت مين فاتن حمامة سيدة شاشة العربية فاتن حمامة بالزبط أولاد ما كان عندها ما كان عندها ولكن هي ربط بنت أختها رجاء الجداوي الممثل المشهورة و منقدر نقول لأت في يوم من الأيام طفلة باب الباب أبصر من اللي حط وضع هاي الطفلة وربطها هي وربطها هي حالو وحاليا هاي الطفلة اللي أصبحت عمليا امرأة أو شابي في رعاية الفناني في في عبدو بالزبط عبل وفاة تحية كاريوكا طلبت منها رعاية بنتها المتبنة لفتت نظري كمان صورة بتجمع تحية كاريوكا بأسمهان بالقص أسمهان وتحية كاريوكا قصة يعني مثيري غريبي شوي بالزبط في مطلع الأربعينيات كانت تحية كاريوكا أحد أزواجها يدعى أحمد سالم اللي كان هو ممثل ومنتج ويعتبر دونجوان معبوب جدا في عصره كان فكانت متجوزيته وكانوا في رحلة باتجاه الشام هي وفريد الأطرش وجوزة طبعا فكانت المحطة الاستراحة في القدس وكانت أسمهان بعد ذيك الفترة ساكنة في فندق الملك داود في القدس هم نحكي على الأربعينيات على الأربعينيات فلما وصلوا على الاستراحة لتقوا طبعا بأسمهان وأحمد سالم قال لأنا رح أبقى بالأدس ووصلوا على الشام اعملوا للعرض انتوا فريد الأطرش وارجعي بعد أسبوع رجعت تحية كاريوكا لقيت أنه أحمد سالم جوزة متجوز أسمهان بالمناسبة كانت أسمهان بحاجة انه توصل بشكل قانوني على مصر لأنه ما كانش فيه عندها الجنسية المصرية فكانت بدأت تتجوزه بدأت تتجوزه عشان توصل على مصر مصلحة يعني مصلحة ولكن الإشي المضحك أو الباكي إذا بدك كمان فيما بعد اختلفت أسمهان مع أحمد سالم فتوجهت عند تحية كاريوكا واتفقت معها أنه ينتقموا من أحمد سالم كيف كان الانتقام؟ الانتقام يعني شيء يعني مش القدي مهم ولكن ما يسمى كيد النساء مش انتقام إجرامي يعني حبت تنتقم منه بياقو سويا فإنه تحية كاريوكا يعني اشتركت مع غريمتها أسمهان في الانتقام من زوجة تنتين زندة 99 بترحل تحية كاريوكا زي ما سبقوا حكينا أنه ما كان معا كتير مصاري صح قدمت أفلام هي بس فترة كمان بتعدت شوي المراد كانت مريضة تسعينات كلية كانت تعملين من قدر نقول مريضة قدمت في التسانيات تعملوا من آخر أفلامة يتحب يتئب الغراج الغراج عام 95 ويتحب يتئب هاي آخر أفلامة أدوار صغيرة طبعا ومارسيدس كان 93 وبالتماينات بأخرها من الأفلامة البرزي آه يا بلد حسين كمال تقريبا 88 عنده عشر أفلام ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في السينما المصرية نذكر منن شباب امرأة الفتوة مع فريد شوقي عام 1957 إخرج طبعا صلاح أبو سيف قصة أو سيناريو نجيب محفوظ عنده من أفلام أيضا الكارنك مع سعاد حسني خلي بالك من زوزو وسقمات اخرج كمان صلاح أبو سيف هاي بعض الأفلام اللي يعني ضمن قائمة أفضل مئة فيلم والأبرز بالنسبة لك ما في الشك شباب امرأة شباب امرأة سينما الشويش اليوم تحية كاريوكا شكرا غازي أبو بكر شكرا إلك شادي بلان إلى اللقاء إلى اللقاء إلى الأسبوع الجاي إن شاء الله سينما الشويش